هدت وزيرة شون الاجتماعية وطفولة والأسرة زيارة تفقد وطلاعا لمركز زايد لأطفال التوحد تابع للجمعية الموريتانية لأطفال التوحد بنواكشود مركز زايد لأطفال التوحد التابعي لجمعية أطفال التوحد الموريتانية يعمل عبره فريق يضم متخصصين في علم النفس وتقويم النطق والعلاج الوظيفي والطبيعي ومربينا متعدد الاختصاصات يعمل على الإحاطة النفسية والتربية المختصة والتشخيص والتقييم وتلمية القدرات النفسية والذهنية والاجتماعية لأطفال التوحد يستفاد من خدمات المركز ما يقارب 100 طفل 36 منهم بشكل دائم والباقية بجلسات فردية من مجموعة الأولاد 30 يشير من الواحدة إلى الثالثة والمجموعة الثانية من الخامسة إلى السابعة هذا يستفاد من خدمات فردية يومية هناك أيضا خدمات مساندة وهي خدمات العلاج الوظيفي خدمات العلاج الطبيعي وخدمات علاج النطق والتخاطب كل قسم يتضمن 6 أطفال ومقسمين حسب العمر وحسب المستوى المهارات اللي بيأخذوها بتختلف من طفل لآخر في عنا أطفال لسه بمستوى أولي يعني لسه مستوى عم يتعرف على أحرف أو أرقام يعني لسه 1-2 هذا المجال وفي أطفال وصلوا لمهارات حسابية عالية المركز الذي رأى النورة مع مطلعي العام الماضي شكل محطة جديدة ضمن محطات الزيارة التي تقوم بها وزيرة الشهون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة نانا كان لبعض الإدارات والمؤسسات التابعة لقطاعها أو العاملة تحت وصايته الوزيرة تفقدت مختلفة قاعات وأقسام هذا المركز الأول من نوعه في بلادنا حيث تلقت من قبل القائمين عليه شروحا مفصلة حول المهام والأدوار التي يطلع بها في سبيل التكفل بهذه الهيئة من الأطفال والمساعدة على دمجهم في المجتمع ويستقبل المركز أطفال التوحد من ثلاث سنوات إلى أربعة عشر عاما المصنفين ضمن ذو النشاط الزائدي اضطراب اللقاء والكلام اضطراب الانتباه والذاكرة الاضطرابات النفسية والذينية اضطرابات السلوك صوبة التواصل والاضطراب التعلم ويجمله المركز أقساما تأهلية في مجموعات لا تتجاوز ستة أطفال بالنسبة للمجموعات الواحدة الوزيرة ذمنت في ختام زيارتها لهذا المركز الجهود المقام بها من قبل القائمين عليه واكدة أن قطاعها سيقدم الدعم اللازم حتى يحقق المركز أهدافه النبيل ويطلع بمسؤولياته الجسيمة تجاه هذه الفيهة من الأطفال ودويهم